بنعرف التحاليل بتاعتنا وعلى أساسه بنقول الوصل بتاعة فيروس سين الرسالة قالت لي عمري 33 سنة وانقطعت دوراتي الشهرية وأجمع الأطباء على عدم قدراتي على الإنجاب نظر الارتفاع هرمون الـ FSH إلى 45 فقال هناك علاج أرض الرد مهما كان وعدم الإحمال يعني أنا زعلان من الرسالة دي من حكتين أولا عدم الإحمال عمرنا ما بنحمل حد من رسالة حضراتكم وأنتم تعلمونا ذلك جيدا الجزء الثاني إجماع الأطباء على عدم الإنجاب بسم الله الرحمن الرحيم يهبوا لمن يشاء إناتا ويهبوا لمن يشاء الزكور ويزوجهم زكرانا وإناتا ويجعلوا من يشاء عقيمة صدق الله العولين إذن فهي إرادة في الله عز وجل أنا ممكن أقول صعب لكن ما أقول شي يعني إجابا وتصديقا لممكن مش ممكن أبدا تحملي وحالات كتيرة جيدا سبحان الله ربنا عز وجل بيبين قدرته في حالات زي دي سبحان الله يعني حالة وأتذكرها كوي جدا ومن يمكن أن تشاهدني دلوقتي لأنها من مشاهدات البرنامج الكرام أجمع الأطباء تماما على عدم الإنجاب وإن شاء الله العلي القدير أن تنجب توقم سبحان الله بلوقت الأطباء بقى يضربوا كس على كس إزاي دي خضرة الله عز وجل دي هيبت الله عز وجل لعبادي فانفيش ده نحن نقول إجماع واستحالة في حالة كلام ده عند ربنا عز وجل اللي هيقف عند حظ الله دي أول حقا تنشيط التضويد وتكيس المبايد قرناها كتير مدام وأكت أتمنى أنها رجل تكوني جربتها على الآن لثلاث شهور ونشوف بعد كده هرمون الـ FSH أخبروا إيه الخطوة الأولى ست معالق من البردقوش هتنقع في ثلاثة أكواب ماء مغلي من الليل إلى الصباح ثم صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل ودبة الوصفة دي لتكيس المبيض لأخبطة الهرمونات لعدم انتظام الدورة الشهرية لارتفاع هرمون الـ FSH لبطانة الراحل لتكيس المبيض قلنا والتنشيط التبويض هذه الوصفة ثلاث خطوات هنقولهم مع بعض فأتمنى من كل أصحاب الرسالة التي تخص هذا الموضوع التركيز معايا شوية ست معالق من البردقوش هتنقع في ثلاثة أكواب ماء مغلي من الليل إلى الصباح صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل ودبة دي الخطوة الأولى الخطوة الثانية الميرامية مفرضة نبات الميرامية أو عشب الميرامية ناخد منه معلقة هتغلى في كوب من الماء وتشرب ثلاث مرات يوميا الخطوة الثالثة هناخد مع بعض حلبة وقرفة وجنزبيل بكميات متساوية هناخد معلقة من هذا الخليط هتغلى في كوب من الماء وتشرب ثلاث مرات يوميا دي ثلاث خطوات لتنشيط التبويض لتكايس المبيض لبطانة الرحم لأخباطة الهرمونات انخفاض أو ارتفاع الهرمونات لعدم انتظام الظاهرة الشهرية اتمنى ان احنا نطبقها بعد اسم حضرته نستعين بالله عز وجل وقلناها من قبل وهقولها تاني لازم نوقف على باب الله عز وجل لازم الرجاء في رحمة الله عز وجل اوعي تصدقي الكلام اللي بيتقالي ربنا عز وجل هو اللي هيعطيك ربنا عز وجل هو اللي هيمنعتي ان اراض فلابدها من اللجوء الى الله عز وجل وقالنا قبل كده وصفة وكتير من حضراتكم جربوها وبفضل الله عز وجل كانت ناتجاتها طيبة وهي اللجوء الى الله عز وجل طرق بابه الاحتماء برحمته عز وجل ليلة الجمعة اللي هو الخميس بالليل بتدخل حضرتك والزوج موضة ما يكونش فيها صور هنبتدي مع بعض نكون متواضيين تنقل اعتكاب دخول الحجرة نفسها بنية الاعتكاب هنصلي الزوج مع حضرتك ركعتين او اربعة او ستة كما يفتح الله عليه قيام لله عز وجل ونطيل في الدعاء في السجون اشتكل ربنا كلمي ربنا عز وجل اتحدثي مع الخلقك واللي مالك كل مفاتيح خلقك وقدرته عليك عز وجل تجي نتكلم مع ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام لك العدة حتى تردن كان بياتب على ربنا عز وجل سمب لكم بمنح لازم يا اختي الفاضلة كلمي مع ربنا عز وجل الجاي لله عز وجل اسأل الله العظيم ان يجعلني سبب في ان يرزخك الله بالذورية الصالحة واسألكم الدعاء لها وان شاء الله ان شاء الله اتمنى من الله عز وجل ان احنا نشوف رسالة قريب من خبراتك البشرين برحمة الله عز وجل عليك الرسالة التالية ترجمة نانسي قنقر